أعداد المهاجرين إلى إيطاليا تضاعفت 100% ولسيما من تونس أزمة استدعت مطالبة إيطالية للدول الأوروبية بسرعة تخصيص حزمة مساعدات مالية لتونس لمساعدتها على ضبط حدودها وإنقاذ اقتصادها برغماتيا الآن من مصلحة تونس أن تستفيد من تضخم هاجس ما يسمى بالهجرة غير القانونية والإرهاب والأولويات الأمنية واستعداد أوروبا ودول الحلف الأطلسي لتقديم دعم فوري مالي لتونس حتى تكون الحاجز الرئيسي لتسلل عشرات ألاف المهاجرين فالاقتصاد التونسي يحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل التعافي لكن الحكومة تصطدم منذ أشهر بشروط صندوق النقد الدولي التي يراها الرئيس قيس سعيد خاطرة على جزء من الشعب التونسي باحتساب أنها تتضمن رفع الدعم والحد من الدور الاجتماعي للدولة تونس تستجيب بالوضوح لهذه التوصيات ولكنها في الحقيقة تريد أن تخرجها بإخراج فني يتماشى مع الظروف الداخلية التونسية والمصلحة التونسية وهذا الصراع القائم بين المانحين الدوليين وتونس لن يتواصل كثيرا أعتقد مطلع الأسبوع سيشهد اجتماعات أوروبية لبحث ملف تمويل الاقتصاد التونسي اجتماعات لن يغيب عنها المعطى السياسي خصوصا أنه تزامن مع قلق غربي من التطورات الأخيرة في تونس مازال ملف تمويل الاقتصاد التونسي عالقا برغم التحركات الإيطالية من باب الهجرة غير الشرعية في حين يتحدث مقربون من الرئيس التونسي عن وجود بودلاء أخرى لتونس تتعلق بالتطورات التي تعرفها المنطقة مراد الدلانسي تونس الميادين ترجمة نانسي قنقر